لقاء الأحبات سحر حلال ونبع مصفى وورد زلال به قال حبي به الله قال به القلب يحيى بعذب المقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكم أشاهدين الكرام في برنامجكم لقاء الأحبة وكذلك مرحبا بالمشائخ الفضلاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الحلقة فاتحة خير علينا وعلى الناس جميعا وأن يجعلنا بإذن الله تبارك وتعالى نوصف هذا الموضوع الذي نريد أن نطرحه توصيفا يليق به ويأخذ حقه هذا الموضوع الذي نتكلم عنه في هذه الحلقة بعنوان الأمل عكس الأمل اليأس القنوط ما أحوج هذه الأمة إلى الأمل أليس كذلك آه الأمل أنا حول هذا الموضوع فقط الإنسان بين الأمل والأجل بالطبيعي أن يكون عندك أمل وعندك طموح مثل ما كان أمل النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه تعرض لليتم وكان كلما انتهت من مرحلات داخل فقد الأم فقد الأب فقد الكفيل فقد الزوجة حصل في الشعب لكن كان عليه الصلاة والسلام كما ذكرت ما تسرب إلى قلبه ليأس مطلقا كان يحمل في قلبه أمل ويحمل هذا الشعور بأن الفكرة التي يريدها للناس أنها ستصل لكن أنا وأنت وهذا وذاك ومن يسمعنا أيضا كذلك نحتاج إلى أمل أنا أملي في المستقبل أن أكون طيارا أن أكون طبيبا أن أكون مهندسا أن أكون عندي أمل لكن قد يأتي حين الأجل في اختعالك تلك المراتب كلها ألم يخط النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الدكتور قبل اللي قاله مش خط النبي خطوطا وبعدين خط آخر عكس هذا الخطوط كلها فقد يكون عندك أمل وأنت متجي إليه وتسعى دائما إلى تحقيقه بكل ما أثم قوة لكن يأتي الأجل فليس معنا هذا المحدد دامانيك يستسلم ومراعي للأجل يقول لك خلاص أنا ما عابش عندي هذا ما أقول أنه نريده أيبا ما عابش يعني أنا أشتغل ولا أدرس ولا أكمل دراستي خلاص أنا لم يعد لدي أملا أو بعض الناس يقول أنا ما عاد أشتغل للدين لأن هامرعي لما يجي المهدي والبعض أيضا حيانا يكون من عاجز حتى عاجز حتى على مستوى يعني حتى الهداية يقول لك إدعالي ربي يهديني سلف أشتي أسلف حتى الدعاء سلف لأنه مشغول ما عابش عنده وقت يعني أنه حتى يدعي لنفسه مثل الذي يشرب السجارة يقول لك دعواتك الرب يقنعني أنا أدعي لك صحيح لكن بعد ما عينك تهدبها للقاعة وتدعس أنا أقول لك يا ربي أيش تهدبها يعني يعني يرجون بالقاعة يعني يدعسها بالقاعة نحنا ما يجيناش من خارج الكوكب فالواحد حين يحمل في قلبه أمل أنه يشتي يعيش ويشتي ويشتي سبحان الله لكن كم فقدنا من الأخوز وما لا كان عندهم أمل وطموح في الجامعات وغيرها كمل الجامعة والله بعضهم أنه لم يصل أذكر كان واحد في الشريعة معنا في عام تسعين واحد وتسعين في الجامعة في سنة أولى كل الشريعة كنا لما كمل التخرج والله كان ركب معنا في الباص وإحنا نزلنا عند جامعة الصنعاء ووصل جولة يسموه بعد الجرة والجولة الملعاب هذه حقا جاءت همدان جاءه حادثا عرضي فانتقيله رحمة الله وشاهدته بالكيس أحيانا واحد أنت قد تفرح ومن حقا واحد يفرحه عن نتي للفرح لكن أحيانا تأمل تأمل أمل وفي الغيب أجل ما أنتك داري ماذا يكتب الله لكن أيضا يخلي أملك ما كان تعلمه عليه لا تحزن لا تيأس واصل خطاك إن شاء الله تعالى ولا تقول أنا خايف أدرس لكن احتمل أنه ما أنجح نعم نعم إذن يعني تريد أن تقول لا يمنع أن يؤمل الإنسان لا حياه إلا بأمل لكن بشرط أن يصير الإنسان ليس أمل العاجل أن يصير وفق ما أراد الله عز وجل فمتى ما جاء الموت أنت على خير صحي النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الفضلاء أو من أول يوم كان عنده نظرة بعيدة قال زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويت لي منها من هذا ما هو أمل أمل نعم ويقول حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى الله إلا الله الذئب على غنم ويقول لعدي ستخرج الضعينة من الحيرة حتى تطف بالبيت من غير جوار كل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه حتى كلامه الإسراء نعم نعم الذي ذكرت أنت حتى كلام الإسراء لما يقول له مطارد مطارد ووضع يعني مئة ناقة مئة بعير لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حياً أو ميته يقول رجع وأنا أعيدك بصواري كسراء طبعاً أنا والله أقول بصديقي أتحدى أي بشر في الدنيا أنه يؤمل هذا الأمل لماذا؟ لأنه هذا الأمل كان أشبه بالمستعيل حتى سراك هذا المتحدث يعني المتحدث إليه استبعد لهذا الأمر تماماً ولذلك يسأل النبي يقول كسراء ونشروان ولا معكم كسراء آخر كالكسراء ونشروان لأنه لا لا يصدقوا هذا الأمر وأنت مطارد وحارج من البلد وتمر الأيام والسنون ويؤتى سبعة عشر عام نعم ويؤتى بسواري كسراء ويقول عمر بن الخطاب أين سراكة؟ أين سراكة بن مالك؟ فياتي الجشعمي ويرتدي سواري كسراء كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عمر أكبر وأدبر وعيرابي من مذلج ويرتدي سواري كسراء والله لتخرجن إلى الناس ليعلموا أن رسول الله حسنا لبسها سراكة أنا الآن أتخيل سراكة كان يمشي هكذا وش بصدق؟ وين وين بيدي سواري كسراء يعني كأنه يعني يمشي إلى السماء فلما أقبل بها وأدبر قال لها عمر ريش انزع رديهم قال ما النبي وعدني بسواري كسراء؟ قال وعدك أن تلبسها وقد لبستها أما ليس لك سام إلا مثل مال المسلمي أنا الآن أتخيل نسراكة كان يقول شاله دمي ليتنا قتلها ألبسن وقدهن لي لكن ذلك اليوم ما قدوا مصدق أنه سأتي سواري كسراء لا يصدقوا هذا في حديث أبي موسى الأشعري قال قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري يبعث رجلا من أصحابه في بعض أمره إلا قال لهم بشروا ولا تنفعوا يسروا ولا تعسروا فما أحوجنا فأنا اليوم اليوم واقعنا واقع الأمة فيه تكالب عجيب على هذه الأمة أن نغرس الأمل في قلوب الناس حول هذا الموضوع يسمعنا الشاب الرائع أسامة أنشودة ينعش بها يعني قلوبنا وصدورنا ميزنا الله بأن نالنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمر أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير ما أروى عقلا يستهدي يسأل يتأمل يتفكر ألسنا أحقى بقلب سعيد أما أنا للروح أن تستعيد عهدا جديد فما السير في الخير إلا اختيار وما الخوض في الشر إلا خيار إليك القرار كن أنت أول من يقيم في نفسه عيشا قاويم تهدى الصراط المستقيم بادر وغيرها آمن يقين لا مستحيل لا مستحيل بالآمل لا مستحيل ناشا الله إذاك الله خيرا شكر الله لك وبرك الله فيك الإخوة الكرام ما أحوجنا في في زمن كثرت فيه الفتن وأحاطت بنا كأحاطت السوار بالمعصم أن نرفع راية الأمل قال الشاعر كن رابط الجأش وارفع راية الأمل واسر إلى الله في جد بلا هزلي وإذا تأملنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه أستاذ الأمل أنا أضرب ثلاث صور سريعا رفع النبي عليه الصلاة والسلام راية الأمل وهو أين وهو في مكة في أحلك وأشد الظروف في البخاري أن خباب يأتي وخباب قد ابتلي ذلك البلاء يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمل وثقة وهو في شعاب مكة والله ليتم أن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر الموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ثم يقول ولكنكم تستعجلون يرفع راية الأمل عليه الصلاة والسلام والصحابة يشكون من الظروف الاقتصادية الصعبة في سنن النساء أن الصحابة وافوا أبا عبيدة جاء بمال من البحرين فجاءوا وصلوا الفجر فرآهم أن صلهم على قلة ذات الحاجة وعلى الفقر والعوز فقال أسمعتم أن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين قالوا بلى فأراد أن يفتح لهم منافذ الأمل ظروف اقتصادية فقر حاجة قال عليه الصلاة والسلام أبشروا وأملوا فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم ومن رد البشراء على رسول الله في حديث آخر حرمها نعم يرفع راية الأمل عليه الصلاة والسلام وهو محاصر يرفع راية الأمل وهو محاصر وعشرة آلاف قد أحاطوا بالمدينة ستة آلاف من غطفان أربع آلاف من قريش وهم خلف خندق ويضرب الصحابة الصخرة الذي اعترضت يضرب النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الصخرة فيتفتت منها الثلث فيقول الله أكبر فتحت بلاد الشام والله لك أني أنظر إلى قصورها البيض ثم يضرب الثانية فيقول الله أكبر فتحت بلاد فارس والله لك أني أنظر إلى قصورها الحمر ثم يقول في الثالثة فتحت صنعاء والله لك أني أنظر إلى أبواب صنعاء يفتح باب الأمل وهو محاصر ما أحوجنا اليوم أن نفتح منافذ الأمل في مثل هذا الوضع الذي نعيشه شكر الله لك يا دكتور وأقول يا مشايخنا الكرام أن الأمل النبي عليه الصلاة والسلام يعني حثنا عليه ودرب الصحابة ووقهم كيف يعيشون بالأمل الممدوح للمذموم المحمود فأنا أقول ما في اليوم من أحد من الناس لا طفل ولا كبير بل حتى أشوف يعني رجل كبير كبير في السن وإذا به عاده يعني يتمنى وعنده آمال وقد تقاوز عمرو الأصنو الآن يوقف الأمل ويتجه أين المقبل أيوة لكن تجد افتح مع الحديث وستجد ما يعني سرق في هذا الباب نحن نقول كيف نوجه الأمل حقنا إلى أن يكون أمل فيه أقرأ مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدرب الناس يعني مقاهد يقد أن الأعداء قد تكالبوا عليه من كل فق عميق وقد أحاطوا به فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويعطيهم هذه البشرية فتحت الروم فارس فتحت الشام فتحت الصنعة لماذا حتى لا يعني ييأس هذا المقاهد فيقعد عن العمل بل أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول للمقاهد ينبغي أن تخطط لفتح الروم أنت كيف يعني فتحت الروم يعني الرب نبي يفتح كذا نفسها أم أنها ستفتح بعمل وقهاد وتخطيط وبذل وعطاء داري ولهذا يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أنت برضو أنا ماما مشكلتنا الآن مش مع قريش اللي قاءت لنا من قيراننا مشكلتنا الآن في الروم نريد الروم نريد الشام نريد كذا خطط لهذه البلدان لتفتحها يعني انظر طبعا قد يكون الواحد من أولئك ما وصلش للروم ولا وصل لل لكن قد يعيش معاها أمل النبي عليه الصلاة والسلام بهمة وعزيمة فيكتب الله له أنه من الفاتحين وهو في المقبرة وأنا أدعو اليوم أحباب الكرام المشاهدين أقول بالإمكان أن تستثمر عام كامل وربما لا تصل إلى هذا يعني واحد نواء أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان آخر نواء يعني أن يحق أو أن يتصدق أو أن يصوم الاثنين والخميس ويواصل للصيام بعد رمضان اثنين وخميس والثالث عشر والرابع عشر يعني عمل له أمل من الأعمال الخيرية والطاعات والقربات وبعدين يعني حالة بينه كما قال الشيخ واصل الأقل عرض حالة بينه وبين مراده الأقل فإذا به ينتقل إلى أقل وتوابه وفي قبره من هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة فكيف نعيش بالأمل الأمل في الطاعات وصناعة الطاعة والتخطيط لها حتى نؤقر بإذن الله تبارك وتعالى لكن فقط أخالفك في جزئية واحدة صغيرة في موضوع هذا الشايب الذي قلت تأتي إليه وعاد ما زال عنده أمل لا بأس لا ضير دعه يؤمل ما دام أنه يؤمل أملا محمودا لا نغلق عليه باب الأمل لا أنا أقول أنه أملنا في الدنيا لا يتقفل أنا مسألة الدنيا يعني الصغير الكبير أنا عصرت واحد من الكبار كبار في السن يعني عمره فوق الثمانين واشتي عادو يتزوق وبعدين المواصفات اللي قابها ما يفكر فيها شاب قل له إن شاء الله في الجن بالنسبة لهذا الباب هو باب طاع الأمل طاع وأن الإنسان يبتعد عن الأمل معصية بل قد يصل إلى مرحلة الكب كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فربنا تبارك وتعالى عنده الخير كل العاصي قال له أنا أرحم بك من أمك وأبيك وقال للمريض بيدي الشفاء وقال للجائع بيدي الإطعام وفي السماء رزقكم وما توعدون الله سبحانه وتعالى قال له والذي يطعمني ويسقي أنا مريض فهو يشفي وقال بيدي الملك لو تشتي ملك اطلب من الله سبحانه وتعالى ولهذا اجتمعوا ثلاثة لما كان عندهم أمل عبد الله بن الزبير وبصحى بن الزبير وعروة بن الزبير عبد الله بن الزبير قال أنا أريد أن أكون خليفة المسلمين فكان خليفة المسلمين الله سبحانه وتعالى ما بيش عنده ومصعب قال أريد أن أنتحى إمرة العراقين إمرة العراقين والجمع بين عائشة عائشة ابن أبي عامر كانوا واحد ثلاثة محمد اللي أصبح أمير الأندلس المنصور المنصور من تعز ومن تعز عرفت كيف من أبي عامر ايه معافري صاحب البلاد صليت على ظلة أنا لا أوافقه في بعض سياستي لا أوافقه في بعض سياستي صليت على ظلة حلم وأمل أن يكون فكان فكان واحد قال والثاني قال ونورد أن أكون قاضي قرطبة فكان والثالث قال لقد واحد أمير وراء ونحملوني فق حمار وطوفوا بي واجعلوا وجهي إلى القفاء وجهي إلى القفاء فطيف به فطيف به وقال محمد بن عمر ليعلم أنه ليس شيء على الله بعزيز فإذن عندنا الله سبحوه تعالى بيده كل شيء وبيده كل خير قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله حتى وأنت في الزلازل والمحن والفتن والقتال قال عليه الصلاة والسلام أمتي انظروا كما جاء في صحيح بداود سنن أبي داود بسنة صحيح عن أبي موسى قال أمتي أمة مرحومة الله أكبر أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا ما هو عذابها في الدنيا هكذا حتى قال الإمام المناوي لا بس أن يكون المقصود به الجمع وإلا إذا قد عذب وكوني يقول لا إلا الله ما يخرج هو في الأخير لا شيء من العذاب قالوا أنه لمن كان متبعا لرسيل الله صلى الله عليه وسلم يعني الأمة بمجموعها بمجموعها ومن كان متبعا قال هكذا قيده حتى المبارك فوري في عاون المعبود صليت على رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت يعني يقول لنا نعم ستكون الأمة مهزومة لكن لا تزال طائفة من أمة القائمة على الحر لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي وعد الله حتى يأتي أمر الله على ذلك والحذيف أنثوبان في صحيح مسلم إذن أمل 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 بأن قلقوا تبقى الأمة منصورة الأمة منصورة والعاصي توب والمريض يطلب الشفاء واللي يشتي ملك بيد الله الملك وإلا هم مالك الملك إذن يمكن أن يقال من خلال هذا الحلقة وما طرح فيها أن نقول لكل الناس أملوا فربكم كريم واليأس أخو الكفر واليأس أخو الكفر والقروق إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فأملوا من كان يؤمل أن يكون طيارا إن شاء الله سيكون وسترفع الغمة عن هذه البلاد بإذن الله تبارك وتعالى الجزائر الجزائر تسمى بلد المليون شهيد أليس كذلك كان يكون الاحتلال هذا لا يمكن أن ينتهي أصبح الاحتلال اليوم من الماضي وسيكون إن شاء الله عز وجل على أرض غزة اليوم كذلك إذن في الختام أملوا فليس ذلك على الله بعزيز وسيعطي الله عز وجل كل إنسان ما أمل ما دام يسير في طريق الخير وسنلتقي إن شاء الله عز وجل أعواما عديدة وأزمنة مديدة على الطاعة نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وآمالنا خالصة لوجه الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاء الأحبات سحر حلال ولبع مصفى وبرد سلال به قال أحبي به الله قال به القلب يحيا بعذب المقال إطار الأحبة إطار الأحبة إطار الأحبة